إبراهيم سالم مرشح عن دائرة المنتزة ثاني مصبوط إبراهيم أي سبب ترشحك لانتخابات خدمة أهل الدائرة خدمة أهل دائرة المنتزة ثاني أهم ما جاء في برنامجك الانتخابي ايه؟ أهم ما جاء في البرنامج الانتخابي محاربة الفساد في رقم 1 توفير تأمين صحي لكل مواطن موجود في دائرة المنتزة ثاني في رقم 2 لقم 3 توفير توقيع قرص عايش الكريم لهي شاب موجود في الدائرة بقى مربعة دعم الثقة ما بين الشاب وما بين الحكومة لان ما بقاش فيه ثقة ما بين الشباب والحكومة في الفترة اللي فاتت سواء كان على مستوى المحليات او كان سواء على مستوى المجلس المنوع فانا دلوقتي نازل عشان قطر افهم الشاب ان فيه ثقة لكن يختار صحيح حتى لو انا ما استفدتش وما نجحتش في الدورة دي بس بقى فيه توعية سياسية احنا نختار ازاي احنا بيدينا ان احنا نختار المرشح المفروض انه ينزل وانه يمثلنا بس احنا كل مرة بيختار غلط مبراهيمك ان الدعايتك اللي لها اسطوب خاصة وانت استعانت بكتاب السادات فكرة مين دي وجاتك ازاي؟ الفكرة دي كانت فكرتي جالي واحد من المسؤولين عن الدعاية كان بيكلمني على اساس ان هو عايز يعمللي مهرجان زي واحد من المقسيم من الناس فانا قلتلو ان انا مش غاوي من موضوع المهرجانات ده لكن انا ممكن لو حاجة بواسيطة اتعرف الناس بيه فقال لي احنا نعمللك اغنية فاقول له لا انا مش عايز اغنية كتبت الكلمات ديك اسمي سني رقمي رمز الانتخاب بتاعي اسم الشهرة وانا من محبين انهر السادات الله يرحمه ومن عرشاق جمال عبدالنصر نصيقت هذا البرنامج والكلام بلاحجة بنبرة السادات؟ نصيقته بنبرة السادات وحطيته على موسيقى نصر 56 من ريس الباحل جمال عبدالنصر شكرا